نذهب الآن إلى روبير في فقرة رادار 360 ونتحدث معه بطبعا كل التطورات التي تحدث في لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت المخيف ولكن هناك تفاصيل يخفيها هذا التفجير روبير أليس كذلك مروج موطيات عدة من مسرح التفجير على وقع تدويل هذه الأزمة الغير مسبوقة فقد دفعت بخبراء ودول لطرع علامات سفهام بشأن عناصر هذا التفجير وهو الأطخم في تاريخ لبنان ومنطقة شرق الأوسط على الإطلاق كان الانفجار في مرفأ بيروت هائلا جدا وأعاد مشهد الهجمات النووية عبر التاريخ فأثره القاتل والتدميري امتد لكيلومترات العدة في محيط مرفأ بيروت منطقة الانفجار غير أن أثره الأكيد سيرسم مشهدا قاتما للبنان فما بعد التفجير ليكون كما قبله فما هي عناصر التفجير الضخم لجهة الأسباب الشركاء المدبرين وربما المقصرين 48 ساعة على الزلزال المدمر ولا رواية واضحة حتى الآن الجهات الرسمية تحدثت بداية عن مفرقعات نارية كانت سبب التفجير فهذه المقصود إخفاء حقيقة وجود مخزل ضخم للصواريخ والأسلحة الرواية الأخيرة أن 2750 طن من نترات الأمونيوم مصادرة ومخزنة منذ عام 2014 في العنب الرقم 12 في المرفأ ولا تحديد لهوية مسؤول مباشر عن الجريمة أي مواد متفجرة كانت مخزنة إلى جانب نترات الأمونيوم من يملكها في لبنان فنترات الأمونيوم لا يمكن أن ينفجر إلا إذا احتكى بمواد متفجرة أو صواعق يعني تعلم روبير أن ضخامة التفجير تركت لبنان وتركت العالم بأسره في حالة من الذهول وعدم التصديق صحيح وهذا ما يبقي مروج الاحتمالات مفتوحة بشأن الأطراف والأسباب التي تقف وراء هذا الزلزال الفيديوهات المتداولة كشفت أن ثلاثة تفجيرات خصلت في مدة ثلاثة عشرة دقيقة بتوقيت بيروت انتهت بتدمير العاصمة الأول عند السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت بيروت الثانية السادسة والثماني دقائق والثالث وهو الانفجار المدمر والذي أحدث هذه الحفرة الضخمة جدا فإذا بعد ثلاثين ثانية فقط فرضية الذخير الموجودة قرب النترات أو الصواريخ أو حتى أجزاء الصواريخ المفككة تبقى الأكثر تداولا فأجهزة أمريكية وأوروبية كانت حذرت من شحنات أسلحة سبق تسلمها أو تخزينها داخل هذا القطاع من مرفأ بيروت لكن روبير أيضا يعني كما يتم تداول هذا الأمر معظم عمليات ميناء بيروت هي تحت سيطرة غير رسمية بشكل ما لجهات حزبية معروفة فيها الداخل وكل يعلمها هذه المعلومات فعلا معروفة وهي الأكثر تداولا في بيروت عبر مواقع التواصل وهي استفرد تدويل هذه الكارثة عدد الضحايا يتصاعد على مدار الساعة عمليات البحث انتشاد الجثث من تحت الأنقاض مستمرة والبلاد في ذهول وتحت حالة طوارئ لأسبوعين بدءا من التفجير جون وود المحل العسكري في الجونغرس قال خلال أشهر القديلة الماضية كان هناك تراكم مستمر للأسلحة باتجاه لبنان وسوريا في آن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتأكد منه هو أن هذه الأحداث ستدفع لبنان إلى مزيد من الفوضى السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية فالأزمة المالية في لبنان عميقة لدرجة أن الأرقام تتحدث عن الحاجة إلى 93 مليار دولار لمنع الهيار الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الأمني الذي بدأ بتفجير بيروت يعني البحث عن الحلول بدأ اليوم مع زيارة رئيس الفرنسي مدويل ماكرون نتمنى أن تأتي بالخير وأن يفعل ماذا يحمل ماكرون مروج هل هناك حالة انفصام اليوم بين الشعب اللبناني كما تبعنا مع ضيوفك كل اللبنانيين أينما كانوا وهذه السلطة والطبقة السياسية التي خرج اللبنانيون مطالبين اليوم بتغييرها هل سيحمل الرئيس الفرنسي شيء أو جزء من هذه الحلول نتمنى ذلك روبير هذا سيكون سؤال الساعة خلال الفترة المقبلة شكرا جزيلا لعرضك شكرا لكم